السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة دعم مدرسي الأعزاء نزيل مستوى الخامس برحمة بكم مرة أخرى فتقوم تشخيصي ديال المادات الرياضيات إذا الرابط ديال هذا التقويم هتلقاو في أسفل الفيديو كذلك الرابط الخاص بجميع دروس المستوى الخامس بكل ما يخص المستوى الخامس كذلك هتلقاو رقم ديال التواصل معنا الرقم ديال الواتساب ليبغي نضم الجروب الخاص اللي درناه على الواتساب إذا اللي مهتم يتصل بنا على هدك الرقم يخلي لنا وحد الرسالة ديك ساعة باش يعرف كيفاش غيكون لإنضمام شنو الشروط غيكونوا لإنضمام هاد الجروب هذا الخاص بالواتساب إذا أنا غنبدا على بركتي الله أكتب الأعداد التالية بالحروف إذا هنا مريكا نبغي نكتبو شي عدد بالحروف يخصنا نفرقوه إلى فصول مفهوم كل فصل كي تكون من ثلاثة الأرقام أو لا أقل على الحساب ولكن ضروري لك أن الرقم طويل كم دون نجمعوه ثلاثة بثلاثة كيفاش ثلاثة بثلاثة كيفاش ثلاثة بثلاثة كم دون من اليامين هاد الثلاثة الأرقام كي كولو لنا فصل هم؟ هنايا الفصل اللي حر بقام كوان غير نجية الأرقام ماشي مشكل يقدر يكون فيه غير رقم واحد يقدر لك العدد كبير ثاني للقوى ثلاثة الأرقام ونزيد وعود ثاني الفصل الثالث مهم حتى عندما قريتوا جوج الفصل قريتوا فصل الوحدات البسيطة وفصل الآلاف إذا الفصل الأول ها هو فيه ثلاثة والفصل الثاني فيه غير جوج إذا هذا فصل ماذا؟ هذا فصل الوحدات البسيطة وهذا فصل الآلاف إذا انت باش كنقرى العدد كنبدأ من اليسار كنقرى فصل الآلاف بوحده وعدى فصل الوحدات البسيطة بوحده إذا هنا شنو عندي عندي سبعة وثمانين شنو؟ سبعة وثمانين ألف وعدى عندي خمسمية وربعة وربعين هنا راح تمليغي يكبر العدد غير نبقى وغادين على نفس السيسم نفس الشكل تنقى نجمع ثاني ثلاثة ثلاثة ونقرى من اليسار كل عدد كنقرى كأنه عندي غير بوحده كنقرى وكننصبوه للفصل دياله إذا كان ديال الملايين را غادي نقول هربعة وخمسين أشنو مليون وحده هشنو سبعة وثلاثين ألف ولي هده هشنو خمسمية واربعة وثلاثين مثلا ديال الوحدات البسيطة إذا بحل كيمشي القراية ديال العدد يكبر العدد حتى يكبر وكنبقوه خدامين بنفس السيسم كنرحسب الفوصل إذا هنا هنكتبو سبعة وثمانون شنو ألفا وخمسو خمسمائة واربعة واربعون هنا هنجي كذلك هنا هالفصل الأول ديال الوحدة البسيطة والفصل الثاني ديالالاف في غير الوحدات والعشرات إذا باركة خمسة وسبعين ألف خمسة وسبعون ألفا واربعمائة واثنى عشر واربعمائة واثنى عشر إذن هنا كذلك ها هم الوحدات البسيطة هالالاف إذن واحدون وثلاثون ألفا واربعمائة واثناني وخمسون واثناني وخمسونة لأن صافي هذا فصل الوحدة البسيطة هذا فصل الآلاف فصل الآلاف عنده الوحدات دياله تهوى وعنده العشرات دياله إذن هذا شنو غادي يعطينا نكتبوها بعدها خمسة عشر آلاف وثمانية هي شنو هي واحد فعشر آلاف لأن هادك ديال عشرات الآلاف اللي كيضوخ كيضوخ باش يجاوب على الجواب صحيحة كي يدير هاد الواحد مهم هاد كتتاخد هاد الرقم كتتحطه بوحده هيك وذك شي اللي من وراه كتتبعه بالأصفار ما معنى إذن ها هو الواحد حطيناه هنا غتتلفو لي أن الواحد وهنا واحد مهم اللي غنجي ويكون عندي رقم واحد أخر غتفاهمه كتر الواحد ها هو في بلاسته غندير واحد بما أنه هو واحد رهجى نفسه واحد واحد إذن شنو تابعوا الخمسة غندير بلاسته صفر والأصفار ها هوا مني تعاوضوا بالأصفار والثمانية تعاوضت بالصفر إذن بلاست هادك الرقم كيشد واحد والأرقام يتابعينه كنعوضوهم بالصفر أنا أعطيكم مثالة زائد الخمسة أنا أخذية الخمسة فاش غنضربها بلاست الخمسة غياخدها واحد وذك شي اللي تابعها كله أصفار شحال تابعها ثلاثة الأرقام إذن غيتبعها ثلاثة الأصفار ولكن خسك تكون عارف الرتب من الأحسن تكون عارف الرتبة دي لكل رقم الواحد عشرات الآلاف إذن غيتتضرف عشر آلاف الخمسة دي لالالاف غيتتضرف آلاف بفهم الثمانية دي لواحدة ساي بقيت غنجول هنا ثلاثة وستين آلاف واربعين تساوي ماذا؟ إذن ها تستديل هاش ها تستديل عشرات الآلاف ستا كي نفع عشرات الآلاف إذن هي ستا في عشرة آلاف للمضابط شغي ها هي السا غي خليها بوحدها البلاسة دي لسا غيجي بلاسة واحد والأرقام اللي سابعين ها غي ياخدو الأصفار هادي في حال تلميذ للمضابط شغي المسألة دي للمراتب دي لكل رقم ها فهم؟ إذن زائد ثلاثة ديالهاش ديالالالاف إذن هتضرف في ألف الميئات ما عندناش عندنا العشرات شحل فيهم ربعة إذن ربعة في عشر هاتشي ليكين هنجيل هاد العدد الآخر إذن تسعود وثمانين الف وستمية ها فهم؟ أشنو فيها؟ فيها الثمانية ديالهاش ديالالالاف كدلي زائد تسعود ديالهاش ديالالاف إذن هي تسعود في ألف زائد 6% صافي هاشيلي عندي غادي ندوز الآن قالي الأعداد بوضع الرمز المناسب بالنسبة لمقارنة الأعداد كتعتمد أول حاجة بما أن هدو أعداد صحة طبيعية كي يعتمدوا على عدد الأرقام في كل تعتمدوا على عدد الأرقام في كل في كل عدد إذن هنقارنوا بعد عدد الأرقام في كل عدد إلا تقدو ديك الساعة غا نمشيوا لطريقة وكبرنا، سنكمل الترامل هنا 6 أرقام هنا 5 أنا طبيعي مرحلة إذن يكون هنا 6 أرقام إذن سنأل هنا هذا 5 أرقام إذن هذا كبير هنا 6 أرقام سنقوم بإنهار إذن سنقارن 4 أرقام 100 أرقام وأنه فأسنا 5 6 6 6 9 أرقام 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 هذا 4 أرقام والكثير هذا كبير نحن نقارن برقم برقم هذا 8 وهذا 8 هذا 7 وهذا 0 هذا 7 كبير من الصفر هذا العدد كبير من هذا العدد هنا 131 400 هنا 131 70 هنا تقدم في الارقام 6 هنا في فصل الالاف 131 000 ولكن في الوحدات البسيطة هذا 400 وهذا 70 إذا كبير نقارن برقم برقم نقارن فصل الوحدات كامل نقارن فصل الوحدات كامل فصل الالاف كامل فصل الوحدات البسيطة كامل سنجي هنا هنا 6412 هنا 581 412 6 6 نقارن 25 نقارن رتب الأعداد تناقصيا تناقصيا نقارن 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 25 25 نقارن 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 25 نقارن 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 ومع نقارن 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 30 نقارن 40 40 40 40 40 وها توقع لكم في النتيجة كتبدا يقولي انا اكثر منك وهذه واحد جيب فاصلة ثلاثين وثلاثين كيقول الفاصلة اربعة انا عندي النقطة اكثر منك فهو راه العكس اذا دابا اثنين واربعين هنا كدلك اثنين واربعين تقدو اذا نمشي نشوف الجزء العشاري هذا عنده جوج وهذا عنده صيفر وخاذا عنه تلاتة الارقام ما يغركش هنا عدد الارقام هذا عنده جوج هذا عنده صيفر اذا اللي عنده جوج كبر هذا غير جي اثنين واربعين فاصلة ثلاثة واربعين واربعين فاصلة صيفر ماشي خاندوزو الصفحة الخورى اذا هنا سؤال خمسة اكتب العدد الكسري المناسب العدد الكسري يعني شحل خدينا من جزء مينان كل دب هادي وحدة ياك وحدة قصمناها الاجزاء وخدينا واحد العدد ميناء الاجزاء هذاك العدد ديالاجزاء يقدر يكون كبر من الوحدة يقدر يكون صغر من الوحدة معلينا المعقام مش خاص يكون فيه خاص يكون عندني الوحدة كل هالاجزاء ديالها كاملين هنا شحل عندي من جزء كله عندي ستة اذا المقام يكون فيه عدد اجزاء الوحدة وارفهم ديال ستدي اخذي انا كدر اعطيتنا من جزء ميناء واحد اذا اعتني واحد على ستة سنشوف هنا الوحدة كلها يعني شحل قصمتها واحد جوجه ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة اذا اللي بتحتك تكون سبعة شحل خديت انا من جزء من السبعة ولوونته وخديت واحد جوجه ثلاثة ربعة خمسة خديت خمسة الاجزاء هنا الواحدة على شحل تقسمت 1 جوج 3 4 5 6 7 8 اذا المقام هو 8 شحل خديت انا من جزء ملون 6 هنا الواحدة مقسمة الى 6 شحل اللي خديت مننا انا من جزء خديت مننا جوجة الاجزاء اضع و احسب اذا هنا عمليات بالنسبة الاعداد العشرية اذا الاعداد العشرية كيبغيو الوضع الى كل الوضع صحيح فالعملية غدي تكون صحيحة اذا نحط الفاصيلة تحت الفاصيلة و نحسب اذا هنا نضل الامر بصيد جوج زائد واحد ثلاثة خمسة زائد جوج سبعة تمانية زائد خمسة تلتاش سبعة زائد سبعة اربعتاش كذلك هنا نحط الفاصيلة تحت الفاصيلة و نخدم ما يهمك مهم الفاصيلة تحت الفاصيلة مش بالضرورة اليمين يكون كله عمر في الاعداد العشرية و ممكن نقضل ارقام بالصفر ما معناه ذلك عندي هنا من ورا الفاصيلة جوجت الارقام تهنا نرجع جوجت الارقام و نهني راسي باش من نبقاش تالف صافي الانسان اللي كيضوخوا الادد العشرية دائما في الجمع و الطرح عنده جوج ارقام من ورا الفاصيلة تلاخور يرجع عنده جوجت الارقام حليقي هادش يتنه هانت و بحال 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 زتي السفر بحال حايتي سفر زائد جوج شوش خمسة زائد خمسة عشرة و احط الفاصيلة ستزائد دربعة عشرة الواحد احضاش ١٨ kald 1 سعود وهنا واحد هنجيل هناك كذلك ٥٩ ٥٠ ساتزائد نحط الفاصيله تحت الفاصيله. لحط الواحد هنا وهنا الجوج وهناanders ثلاثة و نحسب ٨adersلك تلاح 위해서 السود اليومppo اللاس مجد زائد طرح اذا هنكتبو 22.351 هنطرحو منها اذا دائما الفاصيلة الفاصيلة هنا 14.5 بيت تكمل بالاصفار عندك الحق قصوصا لكان هنا الارقام قل من هنا مفهم اما هنا رساه الواحد ناقص لا شيء واحد خمسة ناقص لا شيء خمسة ثلاثة ناقص خمسة اذا نخدمو بطريقة اللي تتريحكم بالنسبة للطرح استيلاف او اضافة بحال بحال اذا 13 ناقص خمسة ثمانية فاصيلة اذا هنا يا 12 ناقص خمسة سبعة واثنان ناقص اثنان صفر اذا هنا 36.89 هنطرحو منها خمسة فاصيلة ثلاثة وعشرين ودائما الفاصيلة تحت الفاصيل 10 سعود ناقص 3.16 تمانية ناقص لسة الفاصيلة تحت الفاصيلة ستة ناقص خمسة واحد لعشر ناقص واحد جوج اذا 58.3 هنطرح منها 52.1 ثلاثة ناقص واحد جوج تمانية ناقص للقنا قصة نضغط الضرب الضرب نقوم بمعادة كأنه لا نحن الفاصيلة الاخر نضغط الفاصيلة 1 غير 4 غير 4 غير 8 غير 16 غير 8 غير 6 غير 7 غير 14 غير 15 غير 16 غير 13 غير 13 غير 13 اشحال عندي هنا من رقم بعض الفاصيلة ثلاثة ومنما عندي والو إذا ثلاثة غنحسب واحد جوج ثلاثة ونحط الفاصيل هذا هو الفرق بين الضرب العادي والضرب دي الأعداد العشرية اللي فيهم الصفر حتى كنسري الخدمة ديالي وكنشوف الفاصيلة فين خاصة بتحل ستة وثمانين فاصيلة جوج خمسة بنفس الطريق خمسة في جوج عشرة والحتيفات خمسة في ثلاثة ثلاثين والواحد واحد وثلاثين وخمسة في ثمانية ستحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحت نحط الفاصيلة ونحط الفاصيلة لأن هنا عندي جوش الأرقام فقط بعد الفاصيلة ندوز الورقة الأخرى إذن هنا عندي عمليات القسمة نبدأ من هنا 157 قسمة 15 قسمة 15 قسمة 15 إذن في عمليات القسمة نشوف المقصوم عليه نشوف المقصوم عليه يشحل في مراقم جوج إذا انت المقصوم كن ناخد من النوجوج ولكن ما اليسار نفهم كم ذا ما اليسار 15 حلفية من 15 فيها واحد إذن نضرب واحد في خمسة خمسة واحد في واحد واحد ندير الطرح إذا القسمة تتبع الطرح ندوزها ثلاثة العمليات نفهم عدا كن سبراسي سالي 5 ناقص 5 صفر و 1 ناقص 1 كن هبدا بس 6 شحل فيها من 15 فيها صفر ما تقولش ما فيها والو تحبس فيها صفر سنكتب صفر إذا صفر في خمسة خمسة اه صفر في خمسة صفر و صفر في واحد ندير الطرح ندير الطرح من اللي قد نستدر الدرب والطرح عادة كتعتاب الراس كساريسي إذا 150 شحل فيها من 15 شفر 10 و غيب قلية 1 6 هنأخذ من المقصوم جوجة الأرقام نأخذ من المقصوم جوجة الأرقام 28 شحل فيها من 25 1 صفر 1 في خمسة 1 في جوج جوج ندير الطرح ندير الطرح ثلاثة ناقص فيها 1 ثلاثة ناقص فيها 1 ثلاثة ناقص فيها 1 و غيب قلية الراقير هنأخذ من المقصوم جوجة الأرقام اذا 46 شحل فيها من 12 سأرى conversion إذا 12 و 24 24 اولا غتخدم بعملية الضرب غتدير 12 فجوش حال 12 فتلاتة اذا حتى حتى تقرب العدد اللي غديكون اذا غنجربوا مثلا نجربوا 4 غتعطينا 4 فجوش 8 و 4 فواحد 4 تعطينا 48 اذا كبر من 46 اذا نيكون فيها فقط 3 3 فجوش 6 3 فواحد 3 اذا ندير طرح سناقص 6 صفر 4 ناقص 3 واحد غننزل 7 اذا قريبا 117 حال فيها من 12 كاللاحظو ان اذا ضربت في عشرات اعطيني 120 107 اذا قريبا 120 ولكن يمكنش نكتب هنا 10 كنمشي بالرقم بالرقم اذا نجرب وش فيها 9 اذا ندير مثلا 12 فتسعود لان هنا هاد 107 قريبا 120 و120 هي 12 فعشرة اذا 12 فعشرة ميمكش نكتب 10 واصلا كبر من 107 اذا نجرب 9 سعد في جوج 18 سعد في واحد سعود والواحد عشرة اه لا اذا جاتنا زيدة برقم اذا نغلنا يكون فيها غير 8 فهم 8 في جوج 16 اكتبه 6 واحتفظ بواحد 8 في واحد 8 في واحد تمانية والواحد سعود وهندير الطرح سبعة ناقص 6 واحد عشرة ناقص سعود واحد وغا يبقى لي الباقي احدى عشر هندوزو هنا يا الحساب هنا الناس اذا كنت صيفت ليون في الجروب اذا لاحظوا ذاك الخاطة اذا هنا هنا عندي عدد صغير ناقص عدد كبير لان هذا صغير من واحد وهذا كبر من واحد اذا العملية الصحيحة هي جوج ناقص 7 على 8 فهم هذا العملية وقع خاطة السيد اللي صعب لها التقيم تشخيصي وقع لي خاطة هنا وهذه راها زائد اذا هنبدأوا بالزائد جوج على خمسة زائد ربعة على ربعة تسابه اذا هنا طروري ما نكون ضابط توحيد المقامات لما ضابط توحيد المقامات غالي نخلي لكم وحد الفيديو كذلك في اسفل الفيديو كنشرح فيه توحيد المقامات اذا هنخليه لكم باش تسابدوا منه شأضا لانا قولنا توحيد المقامات ليش غير كنجيو وكان ضرب المقام في المقام هذي هي اخر حاله كنوصل لها بنسبة التوحيد المقامات اذا انبارو كلف GREEN اذا ما عندهم نفس المقام المشترك هنري انبارو كلف decreases اول حاجة كنشوف واش احدهما مضاعف للااخر واش مضاعف ما مضاعفه ارسا ربعة واش مضاعفات خمسة الا فهم مش من المضاعفه اشر��ها واربعة وública مش مضاعفة ديل الخمسة واش عندهم شي قاصم مشترك اضع رقم او عدد يقسم الربعة و يقسم ال 5 في نفس الوقت لا ما عنده اذا ربعة و الخمسة ما ببناته مش هدوج علاقات اللي اذكرنا في الاول اذا دي الساعة عاد كان مشي نضرب البسط في المقام و البسط في المقام و البسط في المقام اذا عندي الخمسة فربعة شحال 20 هتقولي عندي دابة المقام 20 دابة غنضرب الجوش فربعة تعطني 8 ونضرب الربعة في الخمسة غتعطيني 20 إذا شحال غتعطيني هتعطيني 28 على 20 عندكم تجمعوا المقامات المقامات ما كي تجمعوش علشنا كنوحدهم أصلا كنوحدهم باش نحافظ على نفس المقام مفهوم لانا ميمكش نجمع جوش على خمسة وربعة على ربعة يعني ما عنديش نفس الوحدة هذي الوحدة ديالو مقسم على خمسة وهذي مقسم على ربعة لا كان ديالي يوم نفس تقصيمة بعدك يولي كل شي مقسم على عشرين و مثلا هذا اخذ تمانية تمانية تلقي طعم مثلا منقص أصلا عشرين وهذا اخذ عشرين قطعة من أصل عشرين إذا المجموع هو تمانية وعشرين إلى عشرين احنا هنزيدو نشوفو الحالة الحالة الخورة هنا ايه لان عندي جوج على جوج ناقص باعدة تمانية هنا ما غنخدمش بعض الطريقة اللي خدمت احنا علاش؟ لان الجوج رهه ممكن تولي تمانية تمانية من مضاعفات اتنان اذا تمانية واثنان عندهم علاقة شنا هي؟ هي التمانية من مضاعفات اتنان ماشي بحل هنا ما كان بناتهم تعلاقة و جينا درنا هالطريق هنا كتبالية الجوج ممكن تولي تمانية امتى إلا ضربتها فربعة؟ ما غنضربش المقام بوحده كنضرب البسط والمقام عمر العدد الكسري ما نضرب ليه البسط دياله بوحده والمقام دياله بوحده ولا نقصم غير البسط ونخلي المقام نضربت نضرب فيهم بجوج قصمت نقصم عليهم بجوج باش كنبقى محافظ على نفس العادد رو خنضربه فربعة ره كيبقى نفس العادد مفهم؟ ره غير كنوحد ليه المقام مع هذا سوف تولي ربعة بجوج ثمانية ربعة بجوج ثمانية احنا بدنا باش يولي شبه هذا في المقام هذا ما غيوقع عليه التتغير سوف نحنا بدنا غير في هذا باش يولي عنده نصف المقام بحال هذا و يخلينا نديرو عملية الطرح إذا مليك يكون شي واحد منه مضاعف الآخر مثلا هذا عنده خمسة وهذا عنده خمستاش هذا ما كنقربش ليه كنشد هاد الخمسة هي نضربها في ثلاثة باش تولي خمستاش ولكن ما ننساش أنني نضرب البسط والمقام إذا إذا كان عندك البسط يعني المقامات أحدهما مضاعف للآخر كنشبه هاد طريقة هذي كتبقى فنكين الصعوبة مليك يكون عندهم قاسم مشترك أو لديك الحالة الثالثة هي اللي فيها فقط شوية الصعوبة أما هذي ساهلة وهذي ساهلة مليك يكون أحدهما مضاعف للآخر تبا غادي نحسبو عادي إذا ثمانية ناقل سبعة واحد والمقام هو ثمانية إذا غانجي هنا العمليات الضرب الضرب باقي ما درتوش في الرابع ولكن نقول لكم راه ساهل خمسة على جوج كنقول كي ما قلتكم لأنا كنت تتكلم مع الناس اللي معنا في المجموعة الضرب هو أسهل ما كان والقسمة في الأعداد الكسرية حسن سهل من الجمع والطرح غير هو كي يكون تابعك الاختيزال الاختيزال هو اللي شوية صعيب مفهوم أما الضرب والقسمة ساهني كيبقى الاختيزال يخصق الضبط ومعلينا هنا دبا ما عندكم اشختيزال غنحسبو عادي كنضرب البسط في البسط كما قام في المقام بيكون سهولة خمسة بجوج عشرة سهل الضرب ديال الأعداد الكسرية إذن غنضوزو أضع الرقم المناسب في المكاني المناسب كل زاوية غنعطيوها الاسم ليالها إذن المنفريجة مفتوحة كبار من تسعين القائمة راهية تسعين بينها والحدة راهية أقل من تسعين إذن بين المنفريجة راهية ربعة وخمسة بينها كبار من تسعين الحادة هي ثلاثة وواحد وكنظن الجوج هي القائمة إذن مش قائمة مية في المية ولكن لأن ما اللي صيبها يعني غير بالبسط ما قدرش يجيبها قائمة مية في المية ولكن راه محسوبة هي القائمة وغنكملوا الآن مع الصفحة الأخيرة إذن السؤال تسعود أحسوب مساحات ومحيط المستطيل إن دي المستطيل سنكون حافظ القواعد دي الحساب مساحات ومحيط جميع الأشكال الهندسية اللي قريت إذن بالنسبة للمساحة كارنزوليها بأس لأن السؤال فاس شنا هي المساحة هي الطول في العرد الفئة لانجور فوا لارجور دائما في الهندسة أنا كيعجبني يعني بحالك تحط القاعدة هي اللولى حاط القاعدة عدا عود حاط القاعدة دي الحساب اللي غا تستعمل اللي غا تطبق باش يعرف كل أستاذ رك فاهم وعارف راسك شنو كتدير وعدا غا تدوزل الحساب مفهوم عدا غا نعوده كل حاجة والقيمة دياله طول شحل عنده ثمانية العرد وقال دائما ثمانية عربة اكثر من حاجة المساحة كتكون بالمربع مثل ستكون غالي كتلقى منزل للبيع مساحته كده كده ماتر مربع دائما المساحة يكون فيها المربع ثمانية عربة محيط محيط بي بيغيمتر هو شنو هو الطول زائد العرد في اثنان هادي القاعدة دياله وكنه نحط وكنعود إذن هي ثمانية عربة زائد ربعة الكل في اثنان تساوي ثمانية زائد ربعة اذا هنا ثمانية زائد ربعة هنحسب دخشيلي بين القوسين ثمانية زائد ربعة طناش الجوج هي ربعة وعشرين سنتيماتر فاق ها هنغندوزول التحويل التحويلات هنخدم ان شاء الله بجدول التحويلات باش ننحول سبعة ديكاماتر ثلاثة ماتر ثلاثة ماتر ثلاثة ماتر جوج ديسيماتر هنحول كل شي سنتيماتر اذا هنستعمل معكم جدول التحويلات اذا هنحط سبعة ديكاماتر ها هي هنحط ثلاثة في الماتر كلها وحدة في السطر على جوج هي ربعة عرّات المال ثلاثة نكون نتضخёмه نحول كل شي سنتيماتر نزيد الأصفار هي تنصل fully !!!! ات declar SkyMade الآن صفر, هنا جوج ثلاثة 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 سبعة ستبعة وثلاثة علي ثلاث ماتر وعشرين سنتيمتر نحولهم في الميلي ماتر اسم ثلاث ماتر ونقومون بتعيث في الماتر بجمعي كلهم في الم الميلي ماتر نحول ماتر الأسلام بجمع تحول كل ماتر تحول الميلي ماتر كذلك 20 سنتيمتر كذلك تحولت للميلي متر بعدها نجمع صفر صفر جوج ثلاثة إذن تطيني 3200 ميلي ميلي متر هنجيل هنا يعود ثانية 75 هيكتو متر ها هي الهكتو متر ها خمسة هنا لأن الوحدات هما اللي يجو في الهكتو متر الوحدات في الوحدة هنجمع صفر ثلاثة خمسة سبعة إذن 7350 هنجيل هنا هنجيل هنا هنجيل هنا دي القتلة عندي جوج فاصيلة 45 ديكا غرام 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 الجوج هي اللي في الديكا غرامuir الوحدات هما اللي في الوحدة دائما إذن الجوج هي الوحدات هي اللي غت تحط في الديكا غرام هنا والربعة هنا والخمسة هنا فين بغي نحولها بغي نحولها الجرام إذا الفاصيلة غتكون هنا ما تحطوش الفاصيلة في الجذول حتى تحتاج انتم متحاولوا بظin اذن هنا 24.5 7.15 هكتو جرام 5 715 ديكا جرام ديكا جرام ديكا جرام تسعود ديكا جرام ديكا جرام ديكا جرام تسعود هنا نحولها للسانتيجرام تابعها نزيد الأصفر لتعطيني 900 هنا 45 ديكا جرام ديكا جرام لدي هذا الجدول مخلط بين السيعة اذا نخدمه بهذا لا تشاهدون انتم لا يعلمون ان شاء الله هذا الحجم 45 ديكا جرام ها الهجم ها الهجم ها الهجم نحوال ديكا جرام ديكا جرام ها الهجم ها الهجم هنضع الجوج هنضع الجوج أصفر ونصل لعند اللاتر ستعطيني ألف ومياتر نجيل هنا لهذه المسألة هذا المسألة هذا المسألة أحمد مزور 0.65 متر مزور 1.3 متر أحمد في طول زيد زيد 0.65 متر على خطور صغيرة هو شحل عنده ستعود على أحمد 1.3 متر هذا هو زيد على خطور إذا كان هو زيد على خطور ستقوم بعمل عمليات زائد لا هو زيد على خطور ولكن نقلبه على خطور إذا كان هو زيد على خطور ستقوم بقل منه سنقص عليه لأننا نريد أن نقص عليه ستقوم بقل منه في المسائل لأتصال ستقوم بقل منه 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 ستقوم بقل منه هنا العملية عمودية من الأحسن المسألة دائما تكون فيها العملية العمودية والعملية الأفقية إذا ندير هنا 1.3 نطلح منها 0.65 هنا دائما في عملية الطلح قادوا الأرقام من بعض الفاصيلة قادواهم هنا جوجت هنا ندير جوجت نكمل بالصفر إذا 0-5 لايمكن 10-5 5 3-7 لايمكن 13-7 6 إذا هنا 1-1 صفر والفاصيلة تحت الفاصيلة إذا هي شحال لطي ديالها 0.5 60 متر إذا هذه هي لطي دوساسور لطي دوساسور هي هذه إذا فيها 0.65 متر اللي هي 65 سنتي متر أرسم المماثل أرسم المماثل للشكل بالنسبة لمحور التماثل واخر بالنسبة لمحور التماثل حاجة لخصفهم ضبطوها هي تحدو نقاط ديال الشكل الشكل الرؤوس دياله عنده هادي هذا هذا رأس هذا رأس من الرؤوس هذا وعنده هذا النقاط اللي على محور التماثل كتبقى على محور التماثل النقاط اللي محدوطة على محور التماثل سوف نأخذ هذه النقطة بشحالة بعيدة على محور تماثل نحemark الصومة بشحالة على محور تماثل wszyscy can turn to one 1 جوج وعدم يحور تماثل اذا محور تماثل 1 جوج بعيدة بجوجة النقاط اذا من هنا من هنا ثم نمشي نجمعها ثلاثة دي النقاط 1 جوج ثلاثة نبدأ نتبه إذا كان جاني التتبع بحلك سهل نخدم ميه ما جانيش نشوف النقطة بشحر بعيدة على محور تماثل 1 جوج ثلاثة وعدم يحور التماثل 1 جوج ثلاثة 4 1 جوج ثلاثة ثم نحبطه بنفس العدد النقاط اذا نحبطه بنفس العدد النقاط ثم ثم هنا ثلاثة ثلاثة نقوم بمحور تماثل يتبقى ثلاثة ثلاثة نتبقى ثلاثة 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 تمارين على محوار التماثل حتى يضبطهم الوليد ولا البنية يضبط المسائي ديانه مزيان اذا نتمنى تكونوا استفتوا الى اللقاء مع تكون تشخيصي اخر ان شاء الله